وش نحييكم طبعا على استقبالكم من بلدكم الحبيب من بلد الشهيد محمد هذا شرف إلا وسهل بي ونؤكده على اللحمة ما بين أهالي الأسرة وأهالي الشهداء وأبناء شعبنا طبعا هاي اللحمة هم لا يوغيدونها زي ما بكر بسام وهذا منؤكد عليه وإحنا طبعا دائما نستمر هاي الثقافة اللي نتحدث عنها أنه يكون الثقافة وطنية ما بين أهالي الشهداء أبناء شعبنا بأكمله هاي يجب أن تستمر غرما عن أنفهم ومش لأنه هكذا تربينا هكذا ديننا بفعل علينا مش لأنه فقط نقيض إلهم لا لأنه هيك تربينا وهيك بإحنا مين نكون وإحنا نستمر غير طبعا بعد فقداننا للشهيد وليد دفكر وفقداننا لجميع الشهداء وهذا نؤكد طبعا هنكون بزيارات هذا ويكون بيننا كثير من اللقاءات المشتركة طبعا بعد أسبوعين ذكرى استشهاد أخونا محمد واللي بديها كله للتعريف والتأكيد علىها دائما عائلاتنا سابقا وعائلاتكم وعائلات جميع الفلسطينيين إن كانت في الداخل أو في غزة أو في أرض كانت سباقة بعطائها لأبناء شعبها لأهمها لأمجتمعها وتكون النتيجة إذن يكونوا مستهدفين لأبناءنا مستهدفين من قبل هذا الاحتلال من قبل هذه المؤسسات الإجرامية التي تستهدف أبناء شعبنا لأنهم ماشيون على الحق وعلى الطريق الصريح هذه الزيارة تعني أن أهالي الشهداء متحدون خلف أبنائهم وخلف أهداف أبنائهم وهذا ما يجب أن يكنك كل حكومة الكيان الصيوني التي ترفض إطلاق صراح جثمان عشر وليد دقة هذا التصعيد سوف ينجح بنهاية المطاف في إطلاق صراح عشر وليد دقة هذا هدف اللجنة من هذه الزيارة وانت شاهدتي كيف كان الاستقبال مرحبا جدا ومتماثلا جدا مع هذا النشاط من بيت أهل الشهيد محمد كيوان الله يرحم جميع الشعب من السجين أو الشهيد وين بقيت الناس وينش رائح الشبيبة وليش إحنا وضعنا بهذا الشي كده ليش مش قطبين حفز هدون الناس يعني إحنا اليوم الحرب حركت زي ما قال هلأ أماركت وين يعني زي ما نضرب هذا الحال ونطلع هون الأغلبية اختيارية زي يعني واقع كيف ممكن نعمل بوعيها الشبيبة من حربك ما ممرك يعني أنا في رأيي الناس كانت ولازم يعني نحضر حالنا لهاي المعركة حتى تحريف جثمان شهيد وليد وما نتراجع عن تحقيق هذا للا فهم عاجلا أم آجلا راح يطلقوا سراحه بس هم ذبيين أنا برأيي هم أخبياء هم معطينا فرصة نشرح كل قضية وليد كل قضية الشهداء بكل البلاد وخليهم يظلم يتمسكين الموقفهم وحنا يتمسكين الموقفنا وما بالتالي إحنا راح نحشد كل شعبنا من أجل قضية كل الشهداء مش بس وليد من خلال قضية الشهيد وليد مرة أخرى بدنا نشد الهمة ونضرنا على أكل اللجم الشعبيين ونطراصين ونجمد كل أهالي شهداء في كل بلاد نحن كما قال الرفيق أسعب في خضم مرحلة مخاضل فوري قد تنتج عنه حالة فورية تستكمل هذا المشوار الوطني الطويل 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 الطويل